النهاردة وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة قالت أنه تم التنسيق مع مصر بالفعل لاستقبال الجرحة الفلسطينيين مع تفاقم الأوضاع اللي في قطاع غزة ويمكن زملائي الأعزاء وحضراتكم أكيد تابعتوا على حجم أو عدد الشهداء الفلسطينيين وأيضا المصابين من الجانب الفلسطيني وتوصلت وزارة الصحة الفلسطينية مع المنظمات الأممية لتسهيل إدخال المستلزمات الطبية لغزة وكمان أرسلت إلى الدول المانحة لتلقي المزيد من المساعدات اللازمة لعلاج المرضى والمصابين في قطاع غزة المنكوب الأوضاع الأمنية والصحية والمعيشية أظن حضراتكم متابعينها ولكن نحن الأسف الشديد في فلسطين نعاني من تردي هذه الأوضاع نتيجة هذه المواجهة التي لم تكن على بال أو على خاطر أي حد على الإطلاق عايزكم بعد إذنكم تتابعوا معنا على شاشة صورة مباشرة من قطاع غزة الآن هذا البث مباشر للقطاع الآن هذا هو ما يحدث الآن في فلسطين الأرض العربية المحتلة منذ بداية عملية أو حرب سميها كما تشاء طوفان الأقصى في صبيحة اليوم الماضي وحتى هذه اللحظة يمكن أنا بتابع مع حضراتكم قدر الاستطاعة يعني ما يحدث وإحنا بنتمنى بالتأكيد أنه نستطيع أن نصل بأي شكل من الأشكال للتهدئة التهدئة ما بين الجانبين والتأكد من عدم قيام أي شكل من الأشكال التصعيد من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية